اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انها طلعت لأفراد ايه قادرة على تزاوج وخزبة فقول له نعم لان او لانه ينتج افراد تشبه الاباء قادرة على التزاوج وخزبة. اختر الإجابة الصحيحة اي مما يلي يعبر عن التسمية السنائية للشمبنزي بطريقة صحيحة احنا عارفين طبعا اللي هي حاجة اسمها التسمية السنائية تمام والتسمية السنائية في اسمين عندنا اللي هو الاسم الاولاني اللي هو يبدأ بيه ده بيدول على مين على اسم الجنس وهنا مفروض بيبدأ بيه حرف اللي هو كبير الاسم التاني عندنا هيدول على اسم مين على اسم النوع وبيكتب بيه حرف ايه حرف اللي هو صغير سمول يعني وعند هنا الحروف يامتا تكون مائلة يامتا يكون تحتها إيه اللي هو خط أسفلها يعني علشان أقدر أميزها عن اللي هي الكلمات اللي هي موجودة حواليها فانا عند هنا كل الكلمات موجودة تحتها خطوط دي أول حاجة عندنا نبص عليه حلو قوي لما أجب أبص كده للكلمة الأولانية اللي هي تدل على اسم الجنس الحرف الأولان هنا زي ما احنا شايفين اللي هو يكون إيه اسمول فإذا ده بالنسبة لنا كده غلط تمام؟ احنا قلنا مفروض الحرف الأولاني يكون إيه كابيتل فدي بالنسبة لنا كده غلط ما تنفعش معنا ناخد اللي هو رقم بيه عندنا هنا كل الكلمات كابيتل ده مفروض الحرف الأولاني بس هو اللي كابيتل فبالتال دي كمان غلط بالنسبة لنا ما نفعش اختاره هنيجي الرقم جيم الحرف الأولاني كابيتل اللي هو بيدل على مين على اسم الجنس الحرف التاني سمول اللي هو بيدل على مين على اسم اللي هو النوع كل الكلمة تحتها خط فيزن دي كده الإجابة الصح رقم دل هنا الحروف الأولينية كلها small الحرف الثاني في capital فأصبح كده أي غلط بالنسبة لنا ما ينفعش معنا يبقى الصحة كده رقم مين رقم جيد إذا كان اسم النوع لسمكة البولتي هو نيوليتيكا فما الاسم العلمي لهذه السمكة ده اسم مين خلي بالنا اسم النوع وإحنا عارفين النوع ده هو الاسم التاني فهنا الاسم موجود عنده وهنا موجود يبقى ده صحة كده بالنسبة لنا طبعا ده غلط ده ايه كده ايه غلط يبقى كده فيه جابتين ركنهم على جنب طيب طرح نختار ده ولا ده تعالوا نطبق بتقعب بتاعتنا كده والله هنا الاسم الأولاني اللي هو بيدل على مين على الاسم الجنس المفروض بيبدأ بحرف كبير فهنا فيه حرف كبير قدامي هو capital وهنا اللي هو الاسم النوع بيبدأ بحرف مين اللي هو صغير فيزن دي صحة كده بالنسبة لنا تعالوا نبص كده على رقم به ده الحرف الأولاني بيبدأ بكابتل صحة تمام زي الفل وهنا اللي هو الاسم الثاني اللي هو بيدل على الاسم النوع بيبدأ بحرف كابتل هو كمان هل الكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط فأصبح ده غلط كده بالنسبة لنا فإذا ما يفعش اختار مين رقم مين رقم به يبقى كده الاختيارة الصحة رقم مين رقم الف من خلال دراستك للتسلسل الهرمي للتصنيف التسلسل الهرمي للتصنيف يعني أصده بيه اللي هي المملكة ثم الشعبة ثم الطائفة والردبة ثم العائلة ثم الجنس ثم أنه ده اسمه التسلسل الهرمي ما الذي يمكن استنتاجه عن الحيوانات المقابلة هنا زي ما احنا شايفين ده اللي هو سين وعند ده اللي هو عين اللي هو النمر وعند هنا اللي هو صاد فبقول لي هنا يا طرن يقدر نستنتج ايه فبقول لي رقم الف تزاوج الحيوان صاد صاد مع الحيوان اللي هو عين عين اللي هو قدامنا اللي هو النمر يعطي أفراط خصبة قادرة على التقاصر تسألك سؤال هل هم الاتنين اللي هو سين وعين هل هم الاتنين بينتموا لنفس النوع طبعا لا هم الاتنين نفس الردبة هم الاتنين هم التلاتة أكلت مين أكلت اللي هي الحوم يب هم القدام دول كلهم كده ينتموا المين ليه اللي هي مين الحيوانات أكلت ايه الحوم ينتموا لنفس الردبة إنما عند هنا عند سين وعند صاد وعند عين كل واحد من نوع مختلف عن التاني ما ينفعش يحصل التزوج بينهم لو حصل التزوج هنا هيطلغ لي فرض عقيم هنا بيقول لي هيعطي من أفراد خصبة هل الكلام ده صح طبعا كلام ده غلط رقم به رقم به تزداد الصفات التصنيفية المشتركة بين سين وصاد سين وصاد سين وصاد الصفات اللي هي المشتركة بينهم بتزداد هل الكلام ده صحة ولا لط تعالوا نبص على شكل كده ونعرف سين وصاد يا طرى لهم نفس الصفات المشتركة ولا لأ لما بص كده على سين وصاد طبعا ده سين اللي هو القطة وعند صاد اللي هو الحيوان اللي جنبه ده تمام فعندنا زي ما احنا شايفين موجودين فيه موجودين فيه اللي هي المملكة موجودين كمان فيه اللي هي الشعب اللي هي شعبة الحبليات موجودين كمان فيه اللي هي الطائف اللي هي مين طائفة مين الساديات نكمل كده مع بعض موجودين كمان فين فيه اللي هي الردبة اللي هي أكلت مين اللي هي إيه اللحوم كمان موجودين فين فيه اللي هي عائلة مين اللي هي إيه السنوريات وكمان فيه جنس مين فيه جنس اللي هو إيه القطط يبقى معنا كده فعلا ديها تنعوه فيه صفات كتير جدا مشتركة إيه بينهم يبقى أول كده أول عبارة عندنا كده صحي بالنسبة لنا يبقى ديها تصحي بالنسبة لنا فعلا بتزداد لها الصفات التصنفية المشتركة بين سين وصاد وتقل بين سين وعين سين وعين يا طرى بتقل بينهم ولا لا تعال نبص مع بعض كده تعال نشوف كده العلاقة تصنفية بين سين وعين موجودين فين فيه اللي هي المملكة موجودين كمان فيه اللي هي شعبة اللي هي الحبليات موجودين فين كمان فيه اللي هي طائفة مين الساديات لما نكمل كده مع بعض موجودين كمان فيه اللي هي ردت مين أكلة اللحوم موجودين فيه اللي هي عائلة مين اللي هي السنوريات إنما هنا مش موجودين فيه اللي هي الجنس لما أقارن اللي هما الاتنين مع بعض اللي هو سين وصاد بالنسبة لسين وعين هلاقي فعلا سين وعين أقل منهم لأن كان عندي سين وصاد كان موجودين فين كان موجودين فيه اللي هي الجنس إنما عندي سين وعين مش موجودين للحد مين لحد اللي هي عائلة مين اللي هي سينوريات وبالتالي فعلا اللي هي الصفات هتقل لي بينهم عن مين عن اللي هما الاتنين التانين وبالتالي رقم بيه كده هتماشي معنا صح لان الاتنين دولات اللي هي سين وعين سين وعين صفاتهم اللي هي تصنافية اقل منين اقل من سين وصاد لان قلنا سين وصاد بيبدأوا من اول المملكة والشعبة والطائفة والردبة والعائلة والجنس انما عندي سين وعين هيبدأوا بالمملكة والشعبة والطائفة والردبة ولحد مين لحد العائلة فقط الجنس مش موجودين فيها وبالتالي الاتنين دول كده أقل من الاتنين دول بالنسبة للصفات اللي هي التصنيفية رقم جيد تزداد الصفات التصنيفية المشتركة بين صاد وعين صاد وعين تعالوا نبصوا مع بعض كده عندنا هنا صاد وعين موجودين في المملكة صاد وعين موجودين في اللي هي الشعبة صاد وعين موجودين في اللي هي الطائفة صاد وعين موجودين في اللي هي الردبة وصاد وعين موجودين في اللي هي العائلة تمام يبقى احنا وصلنا لحد مين لحد اللي هي العائلة تعال نكمل كده مع بعض بيت السؤال وتقل بين سين وصاد سين وصاد تعال نبصوا مع بعض كده سين وصاد عندنا موجودين فين في المملكة سين وصاد موجودين فين في اللي هي شعبة اللي هي الحبليات سين وصاد موجودين فين في اللي هي طائفة مين الساديات سين وصاد موجودين فين في ردبة اكلة اللي هي لحوم سين وصاد موجودين فين في عائلة مين اللي هي سنوريات سين وصاد موجودين في جنس مين القطط هل كده قالهم طبعا غلط وبالتالي العبارة دي كده ايه بالنسبة لنا غلط يبقى رقم جيم كده بالنسبة لنا غلط ما تنفعش رقم دال تنتامي الحيوانات السلاسة لنفس الجنس هل هم التلاتة في نفس الجنس وتختلف جميعها في النوع بتنتامي الحيوانات السلاسة لنفس الجنس هم التلاتة بينتموا لنفس العائلة بالنفس مين العائلة إنما عندنا اللهم بينتموا لنفس الجنس اللي هو مين اللي هو سين واللي هو مين صاد الاتنين دول نفس ايه نفس الجنس انما طبعا عند اللي هو النمر ده ما يتباعهم شي انما هم التلاتة فينا حتى بينتمون مين اللي ايه عائلة مين اللي هي السنوريات يبقى التلات دي كمان ايه بالنسبة لنا غلط تعال ان بصوا كده على الشكل يبقى لما اجاب بص كده هلاقي التلاتة هنا موجودين فين في العائلة وليس الجنس الجنس عندي فقط اللي هو سين واللي هو مين صاد هما الاتنين في نفس ايه في نفس الجنس اللي هو جنس القطط انما عندي طبعا هما التلاتة مشتركين مع بعض فين فيها اقلت مين اللي هي السونريات فعشان كده قلنا على عبارة ايه غلط باستخدام المفتاح التصنيف التالي زي ما احنا شايفين الحيونات متأسمة الى حاجتين اول حاجة اللي هو الجسم مقسم العقل والحاجة التانية الجسم غير مقسم الى عقل جسم اللي هو مقسم العقل قسمته الحاجتين يامتا يكون عنده ثلاث ازواج من الارجل المفصلية يامتا يكون عنده اربع ازواج من الارجل المفصلية لو الجسم عندي غير مقسم الى العقل طبعا هنا اختار حاجة من الاتنين يامتا يوجد زيل يامتا لا يوجد زيل تعالوا نبص على الحيونات اللي هو دامنا طبعا ده عبارة عن مين عبارة عن اللي هو العقرب والعقرب زي ما احنا شايفين مقسم الى عقل وبالتالي نختار من الاختيار الاولاني الجسم مقسم الى عقل هنسى نفسنا السؤال التاني يطرع عنده 3 أزواج من الأرجل المفصلية ولا عنده 4 أزواج من الأرجل المفصلية طبعاً وعنده كام عنده 4 أزواج من الأرجل المفصلية علشان ده ليس تبع مين تبع الحشرات اللي عنده 3 أزواج ده اللي هو بيتبع مين بيتبع الحشرات إنما طبعاً اللي هو قدامنا ده بيتبع مين بيتبع اللي هو العنكبيات وبالتالي ده زي العنكبوت يعني وبالتالي عنده ايه 4 أزواج من اللي هي الأرجل المفصلية يعني نختار مين اللي هي رقم اتنين إيبا اللي جابها رقم اتنين إنما رقم واحد بالنسبة لنا ما ينفعش أختاره لأن تلات أزواج من الأرجل المفصلية بيتبع مين بيتبع اللي هو الحشرات وبالتالي الصحة كده رقم مين رقم بيا هنحل مع بعض كده سئلة الفصل الأول صفحة مية تلاته وتلاتين أول سؤال إذا علمت أن حيوان الولفن ينتج من تزاوج زاكر الحوت مع أنسى الدولفن أي مما يلي صحيح عن الولفن خلي بالنا ده عبارة عن نوع وده نوع تاني زاكر الحوت مع أنسى الدولفن إيبا حوت ودولفن فيه نوعين مختلفين ومفروض يطلع لهنا اللي هو فرض الفرض ده بيكون عقيم ليس له القدر على اللي هو التزاوج رقم ألف لا يشبه آباءه في الشكل الخارجي هل شرط أساسي هنا إن الناس اللي يشبهوا لهم الآباء بتوحهم مش شرط يعني هنا ده مش دليل على كده وبالتالي ده مفعش اختار دي ليس له القدر على التزاوج طبعا دي الإجابة الصحة عندنا يبقى هنا طالما هنا فيه نوعين مختلفين حصل بينهم تزاوج هيطلع له اللي هو فرض فرض عقيم ليس له القدر على التزاوج خذنا طبعا قبل كده أمثلة زي اللي هي تزاوج اللي هي أنسى الأسد مع زاكر النمر طلع للي هو تعيجون اللي هو فرض عقيم حصل برضك تزاوج بين اللي هي انسى الحصان مع زقر اللي هي الحمار بيطلع اللي هو الباغل هو برضه بيكون فرض ايه فرض عقيم ينتج افراد خزبة عند تزوجه هل الافراد هكون خزبة يعني لا القدر على التزوج طبعا الكلام ده غلط يطلق عليه مصطلح نوعا لا طبعا النوع طبعا لازم تكون ايه افراد اللي هي خزبة ولا القدر على ايه على اللي هي التزوج وانتاج افراد اللي هي جديدة في زن ده كمان غلط بس صحة كده رقمين رقم به اي مما يلي يزدد نتيجة وجود كيانات حيئة مثل التايجون والباغل التايجون ده كان بينتج من تزوج انسى الاسد مع زقر النمر يعني نوع مع نوع تاني مختلف كان بيطلع لفرض عقيم اللي هو تايجون الباغل كان بينتج من تزوج انسى الحصان مع اللي هو زقر الحمار كان بيطلع لفرض عقيم خلي بنا فيطرى مين اللي هيزيد معي الافراد ولا الاجناس ولا الانواع ولا الشعب طبعا اللي هيزيد معي مين اللي هي عدد مين عدد اللي هي الأفراد لأن الفرض اللي هيطلع ده فرض اللي هيصل لها القدر على تزاوج يعني مش هيقدر يطلع أفراد تانية مش هيزاود لهنا أنواع ولا هيزاود لشعب ولا هيزاود لأجناس لأن الفرض ده أفراد عقيمة ليس لها القدر على مين على التزاوج بالتالي نختار مين اللي هي الأفراد إذا كان ناتج تزاوج أنس الحصان مع ذكر الحمار هو سين سين ده طبعا اللي هو يرمز لمين ليه اللي هو البغل فأي الأشكال التالية يعبر عن هذا التزاوج نختار يا طرق ان الشكل طبعا نختار الشكل اللي هو رقم به طب ليه احنا عارفين طبعا اللي هو البغل اللي هو ينتج البغل اللي هو هينتج نتيجة اللي هو التزاوج ده الفرض ده فرض عقيم اللي هيس الله القدرة على اللي هو التزاوج وبالتالي هنا مش هيطلع لي جيل اللي هو بعديه ما فيش جيل تاني ما فيش جيل تاني ما فيش جيل تاني ولا تالت وبالتالي الشكل الوحيد اللي هنختاره اللي هو مين اللي هو سين هيتوقف فقط على مين على اللي هو الفرض طه فقط مفيش جيل ايه بعدي وبالتالي الصحة رقم مين رقم بي فيها الشكل المقابل إذا علمت أن صاد وعين نوعين مختلفين صاد وعين نوعين مختلفين دانوع ودانوع تاني فأي مما يلي يمكن استنتاجه رقم ألف صاد وعين بينهما تشابه مورفولوجي يعني الشكل الخريج بتاعهم شكل بعضه إذا كان هو أصلا بيقول دانوع ودانوع تاني دانوع ودانوع تاني يعني هنا مفيش تشابه بينهم وبالتالي ده بالنسبة لنا ايه ما تنفعش اللي هي عن ايه اللي هي رقم ألف تزوق صاد معين صاد معين ينتج أفراد تنتمي إلى سين هيطلع لي أفراد تنتمي لمين تنتمي إلى اللي هي سين ايه رأيكم ما هي طلع لأفراد الأفراد هي عقيمة فعلا بس الأفراد اللي هي تطلع عقيمة ديته هتنتمي مين هتنتمي إلى سين فالكلام ده صح وبالتالي دي sucked الا ايه اياه ناختارها رقم جيم جميع أفراد سين اللي هي تنتق دية نوع تنتمي إلى نوع مختلف عن صاد وعين طب نوع مختلف ليه إذا كان اللي جواها أصلا صاد وعين إذا نوع مختلف ليه مهمة نفس الأنواع اللي هي صاد وعين فإذن دي كده ما تنفعش معنا تزوق صاد مع عين صاد مع عين ينتج أفراد خزبة لا طبعا دي أفراد هكون عقيمة أفراد عقيمة ليه علشان دي عبارة عنه وده نوع تاني لأن هنا نوعين مختلفين وبالتالي هنا هيتطلع لي أفراد عقيمة ليس لها القدر على إيه على تزاوج زي اللي هو البغل أو زي اللي هو مين زي اللي هو التيجن أي الأشكال التالية يوضح الترتيب الصحيح للمستويات التصنيفية يعني مستويات تصنيفية اللي هي المملكة الشعبة الطائفة الردبة العائلة الجنس النوع دي اسمها مستويات تصنيفية من الأقصر للأقل اشتراقا في الصفات من الأقصر للأقل ايه اشتراقا طيب في الصفات المرفلولوجية اللي هي الصفات الخارجية يعني بين اللي هي الكائنات الحية بها فعند هنا بدأ بإيه المملكة الشعبة اللي هي الردبة احنا عارفين طبعا من اللي هي المملكة إلى الشعبة إلى الردبة كده معايا هيقل معايا مين اللي هي عدد الأفراد وهتزداد اللي هي الصفات اللي هي مين اللي هي المشتركة احنا عاوزين هنا نبدأ بإيه بالأقصر فإذاً ده بالنسبة لنا كده غلط هو عكس كده هاي موضوع بعد كده مدين النوع النوع وبعد كده اللي هي الطائفة نوع وبعدين طائفة وبعدين رجال العائلة هل الترتيب اللي قدامه ده ترتيب صح طبعاً غلط وبالتالي ده ما فيهش اختاره نيجي هنا مدين عائلة وبعد كده مدين ردبة تمام وبعد كده مدين اللي هي شعبة الترتيب صح تمام وعند هنا اللي هي الترتيب اللي هو مدون هنا عندي هنا بيبدأ من اسفل الى اعلى يعني هيزداد معايا عدد الافراد وتقل معايا مين اللي هي الصفات مين اللي هي ايه المشتركة وبالتالي ده الصح اللي احنا ايه بندور عليه ي pret Malaysia عندي هنا الترتيب الادامدة من الاقسر لاقل ايه اشتراقا فين فيل اللي هي الصفات مين اللي هي ايه الم προفولوجية وبالتالي اللي جابت صحة رقم مين رقم جين رقم دل بيدين الودبة تمام وبعد كده بيدين اللي هو طائفة وبعد كده مدين الجنس هل الترتيب ده مظبوط معي طبعا ايه الترتيب غلط وبالتالي ما فعلش اختار لهو الاختيار ده يبال صح رقم مين رقم جي الرسم البيانة المقابل يوضح مستويات تصنيفية اساسية مختلفة اذا كانت سين سين اللي قدام دي تشير الى المملكة يبال سين دي عبارة عن ايه عبارة عن مملكة فاي مما يأتي يشير الى الردبة يا طرى مين اللي هيشير ليه الى الردبة احنا عارفين طبعا اللي هو اقل من احنا عارفين طبعا بالنسبة اللي هي عدد الافراد ان المملكة بتحتوي على ايه اكتر عدد من الافراد وبعد كده اللي هو المستوى اللي هيجي بعدها اللي هي الشعبة الشعبة هيكون اقل منها طبعا اللي هيجي هنا طبعا ده مدين هنا عدد اللي هي كانت الحياة زي ما احنا شايفين وده اللي هو اسم مين اللي هي مستوى التصنيفية عندي هنا اللي هيال اللي هو المملكة اللي هو قدام ده اللي هو عين وعندها هترمز المين إلى اللي هي الشعبة يبادي عبارة عن شعبة بعد كده اللي هو هيالي الشعبة اللي هي مين الطائفة اللي هي مين اللي هي الميم يبادي عبارة عن شعبة بعد الشعبة هيجي مين اللي هي صد صد دي عبارة عن مين عبارة عن اللي هي الردبة بعد الردبة هيجي مين هيجي اللام واللام دي عبارة عن مين عبارة عن عائلة أو بسمى اللي هي الفصيلة هو عاوز مين هنا عاوز الردبة الردبة اللي هي مين اللي هي صد وبالتالي نختار مين اللي هي ألف اللي هي صاد إذا رمزنا للشعبة بالرمز سين يبقى سين دي عبارة عن إيه عبارة عن شعبة شعبة والطائفة بالرمز صاد يبقى عند صاد دي عبارة عن إيه عبارة عن طائفة إحنا عارفين طبعا المستوى التصنفية هيجي الأول اللي هي مين اللي هي سين اللي هي شعبة يبقى سين هيجي في الأول اللي هي بسمها شعبة وأسفل منها المين اللي هي إيه اللي هي صاد اللي هي مين اللي هي طائفة عارفين طبعاً إن شعبة بيكون العدد بتاع الأفراد بتاحها أكتر منين أكتر من اللي هي الطائفة أما بالنسبة للصفات المشتركة يكون في الطائفة أكبر منين أكبر من الشعبة تعني شبها الاختيارات فبقول لي هنا أي مما يلي يمثل العلاقة بين سين وصاد سين وصاد يطرق العلاقة بينهم رقم ألف عدد الأفراد في سين أكبر من عدد الأفراد في اللي هو صاد إيه رأيكم صح والله لا طبعاً صح وزال فل احنا للسائلين كل مطلع في مستوى اعلى يعني المملكة هي اكتر واحدة في الافراد الشعبة هتليها بعد كده الطائفة يبقى اكتر حاجة هنا بالنسبة للاتنين اللي قدام كده في الافراد اليمين الشعبة ثم مين ثم الطائفة عدد الافراد في سين اقل من عدد الافراد في صاد لا ده مفروض العكس عدد الافراد في سين يساوي عدد الافراد في صاد لا هما مش قد بعد احنا هون نفسين اكتر منين اكتر من صاد عدد الأفراد في سين مصف عدد الأفراد في صاد لا إحنا ونسين أعلى منين أعلى من اللي هو صاد فالصحة كده رقم ألف إذا كان الرقم واحد يمثل أحد المستويات التصنيفية في التسلسل الهرمي للتصنيف في المملكة الحيوانية والأحرف الموجودة بها تمثل بعض الكائنات الحية المنتمية إليها أجب أي مما يلي يمثل أعلى مستوى تصنيف يضم الكائنين سين وعين سين وعين طيب تعال نشوف مع بعض الأول اللي قدامة دي عبارة عن ستة مستوى التصنيفية وعند ده المستوى الأعلى يبقى عاوز هنا هبدأ من لو بدأنا من تحت ده يكون النوع ثم الجنس ثم العائلة ثم الردبة ثم الطائفة ثم اللوامين الشعبة يبقى واحد هيمثل مين شعبة اتنين ده عبارة عن طائفة تلاتة ده عبارة عن ردبة أربعة عبارة عن عائلة أو بسمية الفصيلة خمسة عبارة عن اللوة الجنس رقم ستة ده عبارة عن اللوة النوع طيب هدل لا تطلب من إيه؟ بقولي هنا أي من ما يلغي يمثل إيه؟ أعلى مستوى تصنيفي اضم الكائنين سين وعين سين وعين عندي موجود فين موجود في شعبة سين وعين موجود فين في الطائفة سين وعين موجود فين في الردبة هل موجود هنا لا مش موجود هنا يبقى عند الردبة دي تناه بتمثل مين أقل لمستوى تصنيفي وعند الشعبة بتمثل أعلى مستوى تصنيفي طب هو عاوز مين ده هو عاوز أعلى أعلى مستوى تصنيفي يبقى نختار مين الشعبة ما ينفعش أختار مين الردبة يبقى نختار اللي هي الشعبة أي مما يلي يمثل أقل لمستوى تصنيفي يمكن أن ينتمي إليه الكائنين لام وعين لام وعين عندنا هنا لام وعين موجود فيه موجود فيه اللي هو الشعبة لام وعين موجود فيه في الطائفة لام وعين موجود فيه اللي هو الردبة لام وعين موجود هنا لا مش موجود هنا طيب يبقى عند دلوقتي موجود في الشعبة والطائفة والردبة هو دلوقتي عاوز أقل مستوى تصنيفي يبقى أقل مستوى تصنيفي اللي هو مين الردبة واعلى مستوى تصنيف اللي هو مين اللي هو الشعبة وبالتالي نختار مين اللي هي ايه الردبة يبقى نختار اللي هي رقم بي اللي هي مين اللي هي ايه الردبة ما مدى صحة العباراتين التاليتين الكائن ميم له صفات اقصر اشتراقا مع الكائن لام تعال نبص مع بعض كده ميم ولام عندنا هنا في الشعبة اللي هو ميم ولام يبقى عندي موجود هنا ادي ميم ودي ايه ودي لام ميم ولام موجود فين موجود في الطائفة ميم ولام هل موجود هنا ميم ولام موجود كمان في الردبة ميم ولام موجود كمان فين في العائلة ميم ولام موجود هنا لا مش موجود هنا يبقى عندي هنا اقل مستوى تصنيف مين اللي هو العائلة واعلى مستوى تصنيف اللي هو مين اللي هو الشعبة طب هو طالب كان بيقول لي فتسأل ايه بيقول لي صحة العبارتين بيقول لي ان لم وي ميم لهم صفات ايه اخصر اشتراقا هنشوف كده المقارنة مع الكائنين التانيين يبقى عند زي ما احنا قلنا دلوقتي اتفاقنا ان ميم ولام طبعا لهم صفات ايه مشتركة عشان موجودين في الشعبة موجودين في الطائفة موجودين في اللي هي الردبة وكمان موجودين في اللي هي العائلة وبالتالي العبارة ديت ايه صح بالنسبة لنا يبقى عند الجزء الاول من العبارة صح هنكمل كتبية العبارة الكائن ميم له صفات اقل اشتراقا مع الكائن نون ميم ونون تعال نبص مع بعض كده عند ميم ونون موجودين فين موجودين في اللي هي الشعبة ميم ونون موجودين في اللي هي الطائفة ميم ونون موجودين هنا لا مش موجودة هنا يبقى احنا دلوقتي وقفنا عند اللي هي الشعبة واللي هي الطائفة يبقى فعلا هما الاتنين كمان ايه اقل ايه اشتراقا يعني دي كمان العبارة ديت ايه صح يبقى العبارة التانية كمان ايه صح يبقى نختار كده العبارتين ايه اللي هما الاتنين صحيحتان يعني الإجابة رقم مين رقم جيم ما مدى صحة العباراتين التالياتين الكائن سين له صفات أكثر اشتراقا مع الكائن صاد هنبص عليهم كده سين ومين وصاد عندنا هنا سين وصاد موجودين فين فيه الشعبة سين وصاد هل موجودة هنا هل هنا فيه صاد ما فيه صاد قدامي هنا يبقى معنا كده مش موجودين لفين فيه اللي هي الشعبة والسؤال بيقول لي ايه بيقول لي هنا الكائن سين له صفات أكثر اشتراقا مع كائن ايه صاد طبعا الكلام ده غلط بيتي السؤال كده الكائن سين له صفات اقل اشتراقا مع الكائن ميم سين وميم طب بص كده مع بعض سين وميم موجودين في الشعب سين وميم موجودين في الطائفة سين وميم موجودين في الردبة سين وميم موجودين فين في العائلة سين وميم موجودين فين في الجنس كمان ده هنا اقصر اشتراقا وليس اقل اشتراقا فاذا كده العبارتين لاتنين غلط يبقى العبارة الاولانية قال لكين سين له صفات اكثر اشتراكا مع الكين صاد طبعا الكلام ده غلط لانها بيكون اقل اشتراكا والعبارة التانية قال لكين سين له صفات اقل اشتراكا مع الكين ميم طلع ايه اقصر ايه اشتراكا فدي كمان غلط يبقى الاتنين ايه الاتنين بالنسبة لنا غلط يعني ان كان برقم مين رقم دال الجدول التالي يمثل مجموعة من الاعداد الخاصة بالمستويات التصنيفية لطائفة الساديات ادرسي صفات ايه 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 ا أنواع يبدي اسمها مستوىت مين تصنيفية فبقول لي هنا ايه لطائفة الساديات طائفة الساديات طيب نركز في الكلام هو ايه اللي تحت الطائفة والله اللي تحت الطائفة عندنا فيه أربع حاجات فيه عندنا ردبة وفيه عندنا عائلة وفيه عندنا جنس وفيه عندنا نوع يبقى عندي تاني اللي تحت اللي هي الطائفة فيه عندنا فيه أربع حاجات ردبة وعائلة وجنس ونوع جميل طيب انا هعرفه من بعض ازاي لو احنا فاكرين كان عندنا اللي هي المملكة يالو احنا افتقرنا كده المملكة عندنا كانت المملكة عندنا بيكون اكبر عدد فيه اللي هي الكائنات الحية كلها تمام سوانا بتتكلم عن المملكة النباتية او مملكة حيوانية خلينا في المملكة الحيوانية المملكة الحيوانية بيكون اكبر عدد بس عندي هنا في نفس الوقت بيكون اقل اللي هي صفات مشتركة بينها ده بالنسبة مين للمملكة كل منزل الاسفل يعني عندي الشعب واو بعدنا الطائفة والرد Santa والجنس والنوع كل منزل لأسفل كل ما هيقل معي الاعداد بس هيزداد اللي هي مين الصفات اللي هي المشتركة بينهم حلو قوي ده بالنسبة مين ليه اللي هي اعداد الافراد انما هنا ما بكلمش على الاعداد افراد ده انا باتكلم هنا على الاعداد الخاصة بمين بالمستويات مين اللي هي التصنيفية وبالتالي هنا عندي هنا ما نيجي نختار هنا اللي قدامنا ده هنختار اللي هو اقل رقم ده هو اللي هيكون عبارة عن اللي هو اللي تحت مين اللي هو تحت الطائفة اللي هو عبارة عن مين عبارة عن الردبة تمام واللي أكتر شوية بعديه اللي هو مين اللي هو لمدة هيمثل مين اللي هو العائلة واللي أعلى منه شوية اللي هو 1230 ده هيمثل مين هيمثل اللي هو الجنس وال5700 ده هيمثل مين هيمثل اللي هو النوع يبقى نكتب عليهم كده الأول كده يبقى 29 ده عبارة مين عبارة عن اللي هي الردبة ده عبارة عن ردبة عندي اللي هو رقم البعديل اللي هو مية تلاتة وخمسين هيمثل مين عائلة بعد كده الف وماتين وثلاثين ده هيمثل مين هيمثل اللي هو الجنس جنس وعندي خمس تلاف وسبعمائة هيمثل اللي هو النوع خلي بدنا ان احنا قلبنا كلام يعني ايه قلبنا كلام احنا قلنا عندنا اللي هي بالنسبة لي اللي هي الردبة المفروض فيها اكتر افراد تمام اكتر افراد انما الاعداد اللي قدام ديها مش افراد ده ديها 29 ردبة جماعة نركز في السؤال السؤال نركز فيه كويس يبقى اللي قدام ديها المفروض الردبة تكون فيها ايه اكتر افراد انما اللي قدام ديها مش افراد ده ديها ايه اعداد خاصة بالمستويات التصنفية الركز في كلام ولما اجي اختار اللي هي مستويات التصنفية دايما الانواع بيكون اكتر حاجة عندي النوع هو أكثر حاجة عندي. خلاص? بعكس الكلام. تعالنا نجعبها لشوفه أعوز إيه؟ أي من ما يلي يمثل عدد أجناز السديات الجنس اللي هو قدامنا 1230 اللي هو مين؟ قدامي أنا اللي هو مين؟ اللي هو صاد يمكن نختال رقم به اللي هو صاد أي العبارات التالية الصحيحة عن العلاقة بين المستوات اللي هي التصنيفية. العلاقة بين المستوات مين اللي هي إيه؟ التصنيفية. فابقول لرقم ألف صاد جزء من عين صاد اللي هو جنس جزء من عين اللي هو مين اللي هو النوع هل الكلام ده صح طب مفروض العكس طب مفروض النوع هو جزء من الجنس فإذا دي كده بالنسبة لنا ما تنفعش يبقى ده رقم ألف بالنسبة لنا كده أي خلط رقم به لام جزء من سين اللام اللي هو العائلة تمام جزء من سين سين اللي هي ردبة عائلة جزء منين من اللي هو الردبة صح لان العائلة بتيجي قبل مين العائلة وبعدها اللي هو مين يعني عند الردبة عند الردبة يعني مستوى التصنفيلة وحنا فاكرنا عندنا اللي هو كان اول حاجة عندنا رقم واحد مملكة نكتبهم كده عشان نركز في السؤال اتنين اللي هي شعبة تلاتة اللي هي طائفة بعد كده اربعة اللي هي ردبة خمسة اللي هي عائلة رقم ستة اللي هي الجنس رقم سبعة اللي هي النوع حلو قوي احنا قلنا هنا اول حاجة عندنا ان صاد صاد اللي هي ايه صاد اللي هي جنس جزء من عين لو الجنس جزء منين من عين عين اللي هي ايه نوع الجنس بالنسبة للنوع لا ده العكس ده النوع هو اللي جزء منين من الجنس عشان كده ايه وانا عليها غلط بعد كده لام لام اللي هو ايه لام اللي هي العائلة العائلة جزء من سين اللي هو الردبة جنس وعائلة صح ولا غلط احنا قلنا لام اللي هي العائلة ويه سين اللي هي الردبة يبقى العائلة جزء من الردبة صح طبعا لان ديت بتيجي قبل منها وبالتالي صح دي بالنسبة عنها يبقى دي كده الاجابة رقم جيم سين جزء من عين سين اللي هي الردبة عين اللي هي النوع ردبة ونوع ردبة ونوع هل كده في علاقة بينهم كده طبعا لا سينوساد اللي هي الردبة والجنس جزءان من اللام اللي هي الردبة والجنس جزءان من اللام اللام اللي هي العائلة برضك ايه غلط فكده الصح عندنا رقمين ورقم بي اي المستويات التصنافية التالية تضم افراد يمكن ان تتزاوج معا لانتاج افراد خصبة طبعا هندور عن نوع النوع اللي هو قدامنا اللي هو مين النوع اللي هو عين وبالتالي كده اللي جابه اليمين اللي هي عين اللي هي اللي جابه رقم جين ما المجموعة التصنيفية التي تشترك فيها الكائنات الحية التالية بيديني هنا اللي هي السمكة البولتي وطبعا دي بتتبع اللي هي طائفة اللي هي الاسمكة العزمية العقرب ده بيتبع اللي هي طائفة اللي هي العنكبيات عندنا السلمندر ده بيتبع طائفة اللي هي البرمائيات عندنا اللي هو النعمة بتتبع ليا طائفة اللي هي الطيور طب هيا ترى هنا مشتركين في الردبة طبعا غلط الطائفة احنا لساقلين طائف مختلفة الشعبة برضا غلط طبعا كلهم مشتركين في مملكة واحدة اللي هي مملكة مين اللي هي الحيوان اذا كان عدد افراد احدى الشعب الحيوانية حوالي ثلاثة مليون فرد يبقى عندنا شعبة عددها كام ثلاثة مليون 3 مليون فرض فمحتمال أن يكون عدد أفراد إحدى الطواقف في هذه الشعبة لما سألك سؤال هي الطائفة ديت هتيجي قبل الشعبة ولا بعدها طب مفروض تيجي بعد الشعبة يعني عندي اللي هو الترتيب مملكة وبعدين شعبة وبعد كده هي الطائفة طب من حيث الأعداد لمن حيث الأعداد احنا عارفين طبعا أول حاجة اللي هي المملكة هتكون أكتر حاجة عندنا المملكة هتكون أكتر حاجة عندنا تمام مملكة دي أكتر حاجة عندنا المملكة الحيوان هي عليها مين اللي هي الشعب العدد هيقل شوية طب الطائفة العدد هيكون أقل من الرقم ده وبالتالي هنا لما يقولي الأعداد بتاع الطائفة كام أختار رقم يكون أقل منين أقل من 3 مليون 9 مليون ما ينفعش معايا 6 مليون ما ينفعش معايا 3 مليون ده هو نفس الرقم ما ينفعش مليون هنختار رقم مين رقم ده عشان بختار رقم هنا في الطائفة يكون أقل منين اقل من 3 مليون اذا رمزنا لأكلات اللحوم بالدائرة يابع عندي دائرة لقدامة ديت عبارة ايه عبارة اكلات اللحوم وللسنوريات بيء المربع ده عبارة مين عبارة ومربع فاية من الاشكال التالية يمثل العلاقة التصنيفية بينهما يابع عندنا حاجتين اللي اول حاجة اكلات اللحوم وعند سنوريات طيب احنا دلوقتي عندنا اكلات اللحوم دي عبارة عن ردبة عبارة عن ايه عبارة عن ردبة والردبة بتضم مجموعة من العائلات من ضنها عائلة مين اللي هي السينوريات يبقى معنا كده ان السينوريات ديت عبارة ايه عبارة عن عائلة من ضن مين من ضن اللي هي جزء منين جزء من اللي هي ردبة مين اللي هي اكلة اللحوم يبقى مين اللي اشمل عندنا اللي هي اكلة اللحوم اللي هي عبارة مين عبارة عن اللي هي الدايرة يبقى اللي برا الدايرة ديت عبارة اكلة اللحوم يبقى الدايرة ديت هتمثل مين اللي هي ردبة آكلة اللحوم وعند مربع اللي جودة هيمثل مين عائلة ايه عائلة اللي هي السنوريات طب مين الاخبر عندي اللي هي الردبة لان العائلات هتليه هتيجي بعدها عن عندي ترتيب مملكة شعبة طائفة ردبة ثم عائلة يبقى العائلة اقل منين اقل من الردبة وبالتالي ده الشكل الصحي عندنا اللي هو رقم مين رقم بيه انما هنا طبعا عكس الموضوع هنا عملها جزء منفصل عنها هنا واخر جزء فقط والباقي لأ فكل ده غلطي بالنسبة في الشكلين المقابلين اي مما يلي يشتركان في كل من الحيوان ايه اللي هو قدام ده والحيوان بيه يطر مشتركين في ايه في النوع احنا عارفين طبعا خدنا حاجة اسمها التسمية الصناعية والن اللي هي التسمية الصناعية عبارة عن كلمتين الكلمة الاولانية الحرف الاولاني بيكتب فيها اللي هو كابتل تمام وطبعا ده بيدول على مين على اسم الجنس اما اللي هي الكلمة التانية بيكتب اسمه وبيتدول على مين بتدول على اللي هو النوع طيب فهنا بقول لي هنا النوع يا طرح هما الاتنين مشتركين في النوع هل الاسم ده هو الاسم ده طبعا لا فاذا النوع بالنسبة لنا ما ينفعش الحاجة التانية الجنس احنا عارفين اللي هو الاسم اللي هو لنا بيدول على مين على الجنس هل ده هو ده بردك لا ما ينفعش معي طبعا تحت الجنس هو كمان مش ينفع معي هيتفضل مين اللي هي الطائفة طبعا أكيد هيكون هما الاتنين مشاركين فيها لأن هي اللي فضله لي عندي الاسم العلمي للفقر فأي مما يلي يدل عليها زان المقطعان ما احنا لسا يليين احنا وانا والله الاسم الاولاني ده هيدل على مين هيدل على اسم الجنس تمام وبيكتب الحرف الاولاني ايه كابتل ويهي الحروف كلها ميلا زي ما احنا شايفين اللي هو الكلمة التانية دي اتنا اللي هي كتب كلها اسم وقول دي بيدول العلمين على اسم النوع فهنا بقول اللي هي مملكة وجنس مفيش هنا مملكة فأصبحت العبارة غلط مملكة مفيش مملكة جنس ونوع طبعا دي الاجابة الصحة عندنا شعبة وجنس غلط بالنسبة لنا ايه بس صحي كده رقم مين رقم جين اذا كان الاسم العلمي للبصل اللي قدامنا ده والاسم العلمي للسوم في اي مستوى تصنيفي يختلفان في يطارة مختلفان في اي مستوى تصنيفي المملكة ده هم الاثنين نباتات طبعا لأ الشعبة احنا عارفين طبعا الشعبة بتال مين بتال اللي هي المملكة الجنس طبعا هعارفين الاسم الاولين اذا كان الاسم العلمي للبطاطس الإسم اللي قدامنا دا والإسم العلمي للبطاطة فأي مستوى تصنيفية تشابهان فيه ع spear هنا متشابه خليبنا فابولي هنا تعالى ناخدها من الآخر كده أول حاجة عندك كده اللي هو النوع إحنا عارفين اللي هو الإسم الثاني بيدول على ميه النوع؟ طب لما سألك هل ده هو ده؟ طبعا لا فيزن النوع مايفحش معانا إحنا ما ندور على إيه؟ متشابهان خليبنا الحاجة اللي بعد كده الجنس طب ما إحنا عارفين الإسم الأولاني بيدول على الجنس طب هل الاسم ده هو ده بردك لا تحت الجنس طبعا هو كمان هيكون مختلفين تمام هيتفضل مين هيتفضل للردبة هو الحاجة اللي هي وحيدة ممكن يكون ايه متشابهين فيها نبات القمح من النباتات ذات الفلقة الواحدة فأي مما يلي يعبر عن الاسم العلمي للقمح بطريقة صحيحة احنا عارفين القواعد اللي هي التسمية السنائية اول حاجة بيكتب اللغة الاسم باللغة اللاتينية بحروف مائلة او يتحط تحتها خطة عشان يقدر اميزها عن اللي هي الكلمات اللي هي حواليها عندي عبارة عن مقطعين الاسم الاولاني بيدل على اللي هو اسم الجنس وبيكتب الحرف الاولاني منه اللي هو كابيتل تمام وعند اللي هو الاسم التاني اللي هو بيدل على مين على اللي هو اسم النوع وبيدل على اللي هو النوع وبيكتب بحروف اللي هو اسمول تعال انطبق الكلام ده مع بعض انا عندنا الحرف الاولاني كابيتل تمام والحرف الاولاني هنا كابيتل هل كده صح؟ طبعا ده أصبح تخليت أي غلط بالنسبة للنوع فأصبح كده ده بالنسبة لنا ما فعش أختاره هنيجي هنا ده هنا small ده المفروض ده يكون ده capital وده المفروض هو الـ small فكده عكس لموضوع هنيجي هنا ده small أصبح غلط ده small ده صح فأصبح العبارة غلط هنيجي رقم دال الحرف الأولين capital الحرف الأولين small فده صح وده صح الحروف ميلة في إذن ده التسمية الصحيحة اللي هي رقمين رقم دال فيها الأشكال التالية أي منها يعبر عن الاسم العلمي للحيوان بطريقة صحيحة احنا لسا علينا قواعد بتاعتنا تعالى انطبقها مع بعض أولا هنا مفيش خط تحت الكلمة ده في إذن ده ما ينفعش أختاره هنا مفيش خطوط ولا الحروف ميلة في ما ينفعش أختار ده نفس الكلام عندي هنا مفيش حروف ميلة ما فيش هنا خطوط تحتها ما ينفعش أختار ده هيتفضل ده طبعا هنا في خطوط تحتها الاسم الأولين اللي هو بيدل على اسم الجنس الحرف الأولين capital الاسم الثاني اللي هو بيدل على اللي هو اسم النوع الحرف الأولين small في إذن ده صح عندنا رقم مين؟ رقم جيم أي من ما يلي لا يمكن استخدامه لعمل مفتاح تصنيفي لتعرف على الحيوان الموضح بالشكل مفتاح تصنيفي يعني عبارة عن سلسلة من لاي الأوصاف مرتبة في هيئة أزواج بحيث نوع ان يقدر اللي هو المستخدم يقدر يعرف اللي هي مين خصائص اللي هو الكائن الحي اللي هو بيدور عليه تعالي نشوف مع بعض كده رقم ألف منقاره لو منقار الطائرة ده أطول أو أقصر من الرأس حاجة بينه قدامي ظهره قدامي فالكلام ده صح احنا ما ندور هنا حاجة ايه لا يمكن خلي بالنا رقم بيه قمة رأس الرأس بتاعته القمة بتاعتها بيضاء أو سوداء وبالتالي ده كمان صح رقم جيم التقاصر جنسي أو لا جنسي هل دي حاجة شاكلها بين قدامي ده مفروض هنا تشريح الداخل هو ليبين للكلام ده فبالتالي دي تلاقيه ما ينفعش أختارها رقم دالي غشاء جلدي بين الأصابع يوجد أو لا يوجد عندنا الأصابع بتاعته هنا فيه غشاء بينهم أو لا طبعا ده ظهر قدامي حاجة شافها بعيني فبالتالي ده كمان صح يبقى الحاجة الوحيدة اللي هنا ما ينفعش أستخدمها لعمل مفتاح تصنيف اللي هي رقم مين رقم جيم يا رب كون فهمنا ما تنسنش من صالح دعوكم كان معقم استرطرة وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة